اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدينا بالقانون الصفري والقانون الاول للثيرموليناميكس والقانون الصفري الذي هو يضمم مفهوم درجة الحرارة ويصف القانون الصفري للديناميك الحراري الاتزان الحراري بين الاسام المتلامسة او في نظام حراري ونشأ عنه تعريف مفهوم درجة الحرارة وعلى اساسه قدرنا حقيقا نصنع العديد من المحارير اللي تقيس درجة الحرارة ثم انتقلنا الى القانون الاول للثيرموليناميك اللي يضمم مفهوم الطاقة الداخلية ويعتمد على قانون حفظ الطاقة وينص على ان الطاقة لا يمكن ان تستحدث او تتلاشى وان مقدار الطاقة الكل في الكون ثابت لا يتغير ومن ثم بدينا بمفاهيم اساسية لها علاقة بالقانون الثاني للثيرمو ديناميكس اللي راح يشوفنا كيف تضمن مفهوم الانتروبي شنو الانتروبي؟ الانتروبي اللي هي مفهوم العشوائية وهو مقدار يصف ويحدد الطاقة الغير متوفرة لبذل شغل في عملية حرارية اي ان مع تحول الطاقة وانتقالها من مكان لاخر فان مزيد منها يفقد وينص القانون الثاني على ان هناك ميل طبيعي للانظمة المعزولة الى التغير والتحول تلقائيا نحو حالة توزيع تلقائيا الى حالة اكثر عشوائية اوكي راح نجعلها هاي المصطلحات اللي سمعناها الان بشيء من التفصيل لاحقا اذا شنو مفهوم الانتروبي؟ طبعا اصل كلمة انتروبي اذا بدنا ان ترجمها هي العشوائية او الفوضى او مفهوم اللانظام ومأخوذة عن الكلمة اليونانية اللي تعني تحول وهي من ابتكار العالم كلازيوس في عام 1865 اللي يصف انسياب الحرارة من الجسم الساخن الى الجسم البارد وهذا ما احنا حقيقة لاحظناه في القانون الصفري وينص القانون الثاني على مبدأ اساسي يقول ان اي تغير لاحدث تلقائيا في نظام فيزياوي لا بد ان يصاحبه ازدياد في مقدار هذا الشيء اللي سمينا الانتروبي طبعا يميل اي نظام مغلق الى التغير او التحول تلقائيا نحو زيادة الانتروبي له حتى يصل الى حالة توزيع متساوية في جميع الزاءة يعني حالة توازل مثال ذلك مثلا عندنا امثلة عديدة راح نذكر ثلاثة منها اول شيء اختلاط نقطة الحبر بالماء سهل ويتم بشكل طبيعي اما اذا اردنا فصل نقطة الحبر ثانية عن الماء ليصبح لدينا ماء نقي وحبر نقي فتلك عملية صعبة جدا لا تتم الا بشنو بذل شغل خارجي فنقول ان حالة المخلوط له انتروبي كبير بينما حالة الماء النقي والحبر النقي فهي حالة يكون فيها الانتروبي شنو منخفضة مثال اخر اذابة الملح في الماء طبعا من السهولة اذابة الملح في الماء الى نصر الحالة يسموها اما اعادة فصل الملح عن طريق التبخير اي لازم انشنو نبدل طاقة وهنا نقول ان انتروبي المحلول الملحي اعلى من انتروبي الملح النقي والماء النقي بشكل منفصل طبعا ايضا عندنا مثال اللي هو البلورات مثل ما تشوفون بالرسم اللي تشكل من المحلول الملحي عندما يتبخر الماء بعد البلورات اكثر ترتيبا من جزيات الملح في المحلول لكن تبخر الماء اكثر عشوائية من المحلول المائي وعندما نتحدث عن العملية بالكامل فان الانتروبي او العشوائي للنظام لابد ان تزداد طبعا راح نثبت لاحقا كيف هذا يحصل بشكل شنو رياضة الآن قبل ما ندخل اعمق اكثر في موضوع الانتروبي خلي نجي نشوف شنو مفهوم الـ يعني كيف العملية تكون تلقائيا وغير تلقائية مثل ما نعرف انه انا اذا حطيت قطعة من الثلج في درجة حرارة الغرفة فبشكل تلقائي راح اشيسر بالثلج يا ذوب الثلج اذا ردت ارجع الثلج الى حالة الطبيعية يعني عند يومي بدرجة حرارة الغرفة فمن المستحيل ان يرجع الثلج الا اذا قللت درجة حرارته الى المقدار اللي يسمح له ان يتحول ثلج زين وايضا الكرة اللي اربيها من الاعلى راح تنزل وتتحول الطاقة الكامنة الى طاقة حركية الى ان تستقر الكرة عند حالة التوازن رجوع الكرة الى اعلى الهضبة مستحيل طبعا الا اذا كان هناك تدخل خارجي زين بالعملية ايضا عملية التاكل تعتبر عملية تلقائية ومن المستحيل عودة التاكل الى المعدن الحديد مرة اخرى عملية مثلا جيمات عند درجة حرارة ناقص عشرة هي عملية تلقائية لكن هل بالامكان ان يذوب الثلج عند ناقص عشرة لا طبعا مستحيل هاي العملية تطلب شنو طاقة ايضا هنا عندي غازيان الغازيان ذني اقدر اني امزجهم بسهولة بعملية تلقائية اوكي لكن عملية فصلهم ما راح يكون سهل هاي العملية انا ما احتاج اي طاقة لا في عملية شنو اه الحقيقة البداية اللي هي عملية ميكسنج ما تحتاج اي طاقة هنا لانجازها زين هنا وما فهمنا شو المعنات التلقائية وغير التلقائية خلي نتعمق اكثر في مفهوم الانتروبي اذا اذا باوعنا على الانتروبي فهو مقياس للعشوائية او اللانظامية العشوائية موجودة في الطبيعة وتوجه الاشياء داما نحو العشوائية وعدم الانتظامية هذا ما اللحظة احنا في الطبيعة يعوج السبب هنا الى انه هناك عديد من الطرق اللي يتسبب العشوائية لكن هناك طرق قليلة او تقريبا لا يوجد شنو تؤدي الى الانتظام او حالة الانتظام زين خلينا اخذ هذا المثال ناخذ استوانتين احدهم مفرغة والاخرى فيها غاز ورح نمثل هذا الغاز باربع جزيات واكو صمام في الوسط يفصلهم قد يكون الغاز في الجهة اليسرى من الاستوانات او قد يكون في الجهة اليمنى ومعزول على الاستوانة الاخرى في كلتا الحالتين عند فتح الصمام راح نلاحظ ان الغاز يتجه نحو العشوائية يعني ينتقل يحاول يشغل كل المساحة اللي موجودة المسموح اليه هذا راح يمعني انه الغاز راح يتوزع بين الاستوانتين هذا شي سبب يسبب زيادة في العشوائية او الانتروبي اذا ظهر عندي مفهوم القانون الثاني اللي يقول ان في كل عملية تلقائية هناك دائما راح تكون زيادة في الانتروبي للكون اوكي اذا اذا سمح لنظام ديناميكي حراري معزول مكون من ازاء كثيرة بتغير حالته بشكل تلقائي فان هذا التغيرات تتم في اتجاه زيادة الفوضى او الانتروبي الان ننتقل الى تأثير درجة الحرارة على الانتروبي الشكل الموضح امامك يبين هذا التأثير طبعا تأثير درجة الحرارة راح يكون الى تأثير على حالة المادة مثل ماذا يشوف انه انا بدرجات الحرارة القليلة نسبيا المادة راح تكون عندي في الحالة الصلبة من ترتفع درجة الحرارة راح تتحول الى حالة سائلة ومن ثم الى حالة غازية لاحظ الان انه حركة الجزئات ستزداد مع زيادة درجة الحرارة ومع تحول المادة من الصلبة الى سائلة ومن ثم الغازية هذا معناه انه زيادة في الانتروبي زيادة في العشوائية اذا زيادة درجة الحرارة يسبب بالاضافة الى زيادة الحركية للجزئات زيادة العشوائية لاحظ الان عنده ثبت درجة الحرارة هناك تغير في الطور مثل ما نشوف هنا وهنا بالتالي تغير درجة الحرارة راح يسبب زيادة في الانتروبي ومن ثم تغير كبير في الانتروبي عند تغير الطور ومن ثم زيادة تدريجية تغير كبير وزيادة تدريجية اذا السبب الرئيسي اللي يجعل تغير الحالة من الصليبة الى السائلة ومن ثم الغازية في زيادة الانتروبي هو شنو؟ هو زيادة العشوائية في حركة الجزئات زيادة الآن اذا اجينا وحاولنا ان نحسب الانتروبي بمعادلة رياضية فهنا توجهنا راح يكون نحو حساب الانتروبي او التغير في الانتروبي المن؟ للكون خليلو فرض انه انا عندي سائل موجود عنده درجة حرارة صفر هذا السائل بشكل تلقائي راح يتحول الى مادة صليبة طبعا هنا المفروض الانتروبي ما للنظام السائل يقل ليش؟ لانه راح يصير انتقال من الحالة السائلة الى الصليبة ومثل ما شفنا قبل شوية انه التحول من السائل السائل الى الصلب يسبب زيادة الانتظامية بالتالي تقليل شنو؟ الانتروبي وهذا مادة يشوفه بالرسم حيث ان اللون الاخضر هنا يمثل لي التغير في الانتروبي المن؟ للنظام واللي كان باتجاه السالب يعني قلب زيادة لكن جزئات الماء تصبح عند تحولها الى مادة صليبة جزئات الماء هنا تحتاج الى طاقة طاقة تفقدها اين؟ تفقدها الى المحيط حتى تتحول الى مادة صليبة فهنا الزيادة في درجة حرارة المحيط هو اللي يسبب زيادة الانتروبي الى فباللاحظ هنا بالرسم ان اللون الازرق يكون هناك زيادة كبيرة في الانتروبي اكثر من النقصان اللي حصل في الانتروبي مع النظام من يجيء اطبق بالنسبة لليونيبيرس راح ألاحظ انه المتبقي من الانتروبي نتيجة المعادلة هاي زيال النت هو شنو؟ كمية موجبة المن للانتروبي او تغير الانتروبي للكون اذا العملية التلقائية دائما تؤدي الى ان نحصل على قيمة تغير في الانتروبي موجبة اوكي؟ اذا ممكن نقول لا ان الانتروبي ممكن ان نشير لها على اساس شنو؟ اللانظامية او العشوائية وين؟ فالطاقة زيال بعض الملاحظات المهمة من احد الاشياء اللي يشرحها قانون الثاني للديناميك الحراري هو انه من المستحيل ان نقوم بتحويل الطاقة الحرارية الى طاقة ميكانيكية بكفاءة تصل الى 100% وهذا وين شفنا؟ وهذا شفناه في المحركات الحرارية وفي المضاقات الحرارية زيال سابقا وفي الثلاجات بعد عملية تسخين الغاز لزيادة الضغطة لتحريك مكبس هناك دائما حرارة وين؟ تبقى في الغاز لا يمكن الاستفادة منها لبذل المزيد من الشغل هذا الفقد في الحرارة يجب التخلص منه بتحويل علما للبيئة المحيطة محيطة بالنظام وعادة ما يكون هو الغلاف الجوي علاوة على ان اي جهاز او محرك يحوي على ازاء متحركة هناك دائما طاقة تفقد نتيجة احتكاك هذه الازاء المتحركة هاي الطاقة الميكانيكية تحول الى طاقة حرارية مفقودة من استفاد منها في النظام بالتالي لازم نتخلص منها عادة عن طريق المبادلات او المبددات الحرارية اللي هي الرادياتر مثلا في حالة النظام هو السيارة اوكي هنا ايضا ظهر مفهوم اخر هو مفهوم الموت الحراري للكون زيان شون ظهر هذا هنا الانتروبي ما للكون يعني التوجه الرئيسي او العام انه الانتروبي للكون لازم يوم من الايام يصل الى قيمة عظمى عند هاي القيمة العظمى الكون راح يكون في حالة متجانسة بالنسبة لدرجة حرارته ولكثافته يعني شنو؟ يعني راح يصير كل الكون عند نفس درجة حرارة في هذه الحالة راح تتوقف كل العمليات الفيزيوية والكيمياء والبالجية زيان هاي الحالة حالة حالة شنو؟ تقول انه حالة اللي هي حالة العشوائية الكاملة او المثالية راح تقول انه لا تتوفر طاقة لانجاز اي شغل زيان هذه الحالة يسموها حالة شنو؟ الموت الحراري للونيفورس طبعا اذا باوعنا على الرسم اللي موضح امامكم راح اللحظ التوجه العام اللي يقول انه دائما الانتروبي في زيادة مع الزمن لكن في مرحلة معينة بعد فترة طويلة راح يستقر شنو؟ الانتروبي في الحالة القانون الثاني للثيرموديناميك راح يتوقع انه اكون نهاية للعالم زيان؟ بحيث ان كل شيء يكون عنده نفس درجة الحرارة عندها هذا الحد الاقصى للمستوى العشوائية اذا كان كل شيء في الكون عنده نفس درجة الحرارة فلا بد ان يكون هناك شنو؟ عدم توفر اي شغل وبالتالي كل الطاقة راح تكون كحركة عشوائية للذرات والجزيات زيان اذا رجعنا الى مفهوم كلاوسيس للانتروبي راح نقدر منعدها نحصل على معادلة توصف لنا الانتروبي رياضية طبعا الصيغة الاصلية للانتروبي تتعامل مع انتقال الطاقة عن طريق حرارة في العمليات العكوسية لاحظ عملية عكوسية زيان هاي وين شفناها العملية العكوسية؟ شفناها في مفهوم كارلوت اللي هي النظام المثالي خلينا نفرض انه DQR هي الحرارة المنتقلة نتيجة هاي العملية العكوسية زيان وهنا يتبع المسلك العكوسي الـ التغير في الانتروبي راح تكون راح يعتمد على فقط نقطة البداية والنهاية العملية اللي تبدي من I الى F فبالتالي دلتا اس هي SF ناقصا SI إذا أخذناها من وجهة نظر تكاملية هي التكامل من I الى F للدلتا اس إذن إذا عوضنا راح تكون دلتا اس هي التغير في الحرارة مع درجة الحرارة التغير في كمية الحرارة أو كمية الطاقة المنتقلة عن طريق الحرارة مع درجة الحرارة أما في العمليات الغير عكسية اللي هي عادة تحصل في الطبيعة فتحصل في الأنظمة المغلقة التغير في الانتروبي هنا للنظام دائما يكون شنو؟ في حالة زيادة لا يقل نهائيا كزين؟ هنا وحدات الدلتا اس إذا أخذناها من المعادلة هي وحدات جول على وحدات درجة الحرارة فرح تكون جول على كيلفين التغير الانتروبي هنا يعتمد فقط على النقطة النهائية على ما يوصلها العملية ولا يعتمد على المسلك اللي تسلكه العملية خلينا مثال ونبين هذه المعادلة المثال اللي موضح أمامكم هو نوعين عندي free expansion وعندي الآيزو ثيرمو بروسس في free expansion عند استوانتين أكو صمام بيناتهم أسمح للصمام بين ينفتح فالغاز راح ينتقل إلى الإستوانة الفارغة ويشغل كل المساحة هذا العملية يسموها التوسع الحر free expansion يعني بدت من الآي وانتهت بالأف أقدر أمثلها بالرسم التالي من آي إلى أف بما أن العملية تجري تحت ثبوت درجة الحرارة إذا راح تكون آيزو ثيرمو أوكي؟ الآن من أطبق الدلتا أس فهي أس أف ناقصا أس آي درجة الحرارة ثابتة أطلحها خارج الإنتجريشن والتغير الكمية الطاقة المستلمة هنا اللي ممكن تكون موجبة أو سالبة اعتمادا على العملية زيان راح تكون كمية ثابتة كيو بالتالي دلتا أس هي كيو على تي هذا النوع من التغير في الإنتروبي يحصل للعملية اللي إحنا جسميناها سميناها free expansion طبعا ممكن العملية نفسها تحصل زيان إيش وقت من تكون في حالة مكبس خلينا أخذ هذا المكبس أكو غاز محصور أكو هنا مستودع حراري حتى يديم ثبوت درجة الحرارة وعندي هنا استوانة أو ثقل موجود بكرات من الرصاص زيان حتى أسمح للإستوانة بالصعود أشيل الكرات بشكل تدريجي على شكل كوازيستاتيك بالتالي العملية راح تصير ببطء شديد وراح تحافظ لي على درجة حرارة ثابتة للغاز وتسمح لي للغاز أن يتوسع بمساحة وحجم أكبر زيان هذا النوع من العملية اللي تجري تحت ثبوت درجة حرارة شي سموها بسبب وجود المكمن الحار اللي تحتها اللي حافظ على درجة حرارته زيان نفس درجة حرارة الغاز طبعا الانترو تشينج للـ ممكن أن نوجدها مع الـ زيان إذا ربطت ما بين الـ والـ يعني حالة اللي موجودة في الـ وحالة الموجودة في الـ زيان هنا لاحظ أن الطاقة الممتصة من قبل النظام دي كيو راح تكون موجبة بالتالي الـ الانتروبي في حال زيادة لكن الطاقة إذا فقدت من قبل النظام دي كيو راح تكون نيجاتيف بالتالي كمية الانتروبي للنظام راح تقل زيان؟ طبعا هنا مفهوم التغير في الانتروبي يعتمد على دلثا S زيان؟ وليس قيمة الـ S وهذا راح نشوفه أيضا في التطبيقات اللاحقة هذا مثال هنا يقول لك عندك مادة صليبة بها لتنهيت يعني معناها أكو تغير في الطور الآلف الذوب عند درجة حرارة الحسنية تيان تقدر تحسب التغير في الانتروبي لهذه المادة إذا كانت كتلتها أم هنا كل اللي يسويه أطبق القانون مادة S من I إلى F ليصير الانتقال من درجة حرارة إلى أخرى دي كيو على T لاحظ هنا T constant بيش لأنه عملية هي عملية تغير الطور بالتالي راح تكون العملية ايزو ثيرمول فأطلع T بره فالعملية فقط تعتمد على كمية الحرارة المستلمة اللي تسبب الذوبان اللي تعتمد هنا على القانون اللي عندي بالتالي أقدر عوض عن الـ QM LF ودرجة حرارة هي درجة حرارة الإذابة Tm اللي هي اللي بتكون في المقام زين من الآن المادة الصلبة من الذوب الإنتروبي مالتها راح تزيد ليش؟ لأن جزئاتها راح تكون لها عشوائية أكثر في الحالة السائلة مقارنة في الحالة الصلبة ما يعني معناها؟ معناها أن العملية حتى تحصل بشكل عكسي يعني من الحالة السائلة للحالة الصلبة لازم تضمن انخفاض في الإنتروبي زين هذا المثال عندي فتكوب من نوع الفلين هذا اللي يسموه ستايروفوم بـ 125 غرام من الماء الحار عن المية حطيتها أمامي بدرجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة الغرفة كانت عشرين فاحسبني التغير في الإنتروبي المن للغرفة طبعا إذا هملت الـ specific key مال الكوب وأي تغير في درجة حرارة الغرفة طبعا درجة حرارة الغرفة ما رح تتغير يعني كون أنه الحجم مالها كبير جدا مقارنة بحجم الكوب زين الآن ماء الساخن رح يفقد حرارة مقدارها اللي هي الـ MC Delta T هذا الطانون إحدا اللي يستخدمه في حالة عالم تغير الطوب الغرفة المحيطة رح تستلم هاي الحرارة مهما كانت قليلة إذا الـ Q للروم هي ساوينا الـ Q المال للووتر هنا دلتا اس بنحسبها رح تكون الـ Q للروم أو الـ Q للووتر على درجة حرارة الخزين البارد اللي هو T عند درجة حرارة الغرفة طبعا الـ Q للروم اللي إحنا سبناها الـ Q لل الماء الحار اللي هي MC Delta T رح أحسبها من القانون هذا رح تكون 143 هنا عندما يبرد الماء تقل الإنتروبي له طبعا لكن هذا النقصان أقل من 143 جول لكل هذل وذلك ليش لأن درجة حرارة الماء كبيرة وتساوي جد 393 وهذا يجعل الإنتروبي لها صغير بالمقارنة مع الإنترو بالغرفة عند درجة حرارة التي هي 193 لاحظ أنه كلما كبر المقام بالتالي تغير الكل في الإنتروبي والمكون من الماء والغرفة يكون شنو؟ يكون موجباً يعني كلما كبر المقام يعني درجة حرارة شنو؟ عالية قلة الإنتروبي بالتالي تغير الكل في الإنتروبي أي للكون والمكون من الماء والغرفة يكون دائماً موجباً الآن ننتقل إلى التغير في الإنتروبي للأنظمة الغير معزولة الزيالة في الإنتروبي الموضحة بالقانون الثاني كانت لتلك الموضحة بالنظام ومحيطه من النظام والمحيط يسير فيها حالة تداخل في عملية غير عكسية فإن الزيالة في الإنتروبي لأحدهما يكون أكبر مقارنة في النقصان للإنتروبي في الآخر وهذا وين شفنا؟ شفنا من إنجمد الثلج وأخذنا العلاقة اللي أثبتنا ذلك بها هنا التغير للإنتروبي للكون يجب أن يكون أكبر من الصفر للعمليات الغير عكسية أوكي؟ وبالتالي هايش وقت من تكون irreversible أو ودلتا اس ممكن يكون صفر للعمليات العكسية وهاي وين شفناها؟ شفناها لمفهوم كار نوت إذن أهم فقرة إنه هاي العملية الطبيعية في العمليات الغير عكسية إنه الدلتا اس للإنفيرس أكبر من الصفر مفهوم كار نوت للعمليات العكسية وضح إنه الدلتا اس تساوينا الصفر زيلا في العمليات اللي موجودة ريفيرسابول كار نوت هنا أنا عندي دورة كاملة أو حلقة اللي يسميها إحنا السايكل هنا المحرك يأخذ طاقة من منطقتين المنطقة الأولى اللي هي إحنا نسميها الايزوثيرمول إكسبانشن اللي هي من A إلى B والمنطقة الثانية اللي هي آيزوثيرمول كومبريشن اللي هي من السي إلى D هاي إحنا نسميها كيو اتش وهي سميها كيو سي أوكي هاي الطاقات الملتقلة تحصل خلال ما يسمى بالآيزوثيرمول portion كار نوت سايكل بالتالي التغير في الانتروبي للحلقة أو الدورة الكاملة الواحدة تحسب من دلتا أس كيو اتش على تي اتش ناقصا كيو سي على تي سي هنا إذا دلتا أس تساوي صفر زي بالتالي كيو اتش على تي اتش المفروض الساوي إنا كيو سي على تي سي أي كيو سي على كيو اتش ساوي إنا تي سي على تي اتش وين شفنا هاي؟ شفناها من حسبنا كفاءة محرك كار نوت طبعا لاحظ الانتجريشن بداية بالنص يعني معناها أندي أخذه لدورة كاملة أو حلقة كاملة بالتالي ديو كيو على تي تساوي إنا زيرو اللي عادة تكون للدورات العكوسية زين إذا أخذت نظام مثالي لأيديال غاز خلنفرض أنه الأيديال غاز رح يكون كوازيستاتيك بطيء العملية عكوسية من الانيشيال ستيت اللي بيها درجة حرارة تي اي و في اي إلى الفاينل ستيت اللي يكون بيها درجة حرارة تي اف و في اف هنا نحسب التغير الانترو بالغاز لهذه العملية من القانون الأول الكمية الحرارة ساوين الطاقة الداخلية ناقصا الشغل نحن نعرف أنه الشغل يحسب من ناقص بي دلتا في والطاقة الداخلية من انسي في دلتا تي اتكون اس تنفوليا والنغاز المثالي اللي هو بي بي ساوي على الار تي أعوّف كلهم في القانون الأول راح انحصل على دي كوار تساوينا انسي في دلتا تي زائدا نار تي دي بي على في لاحظ الآن إذا قسمت المعادرة كلها على T راح أحصل الجزء الأول على مفهوم الانتروبي لأنه ستكون DQR على T بالتالي هنا الانتروبي راح تكون بدلالة كل هاي المتغيرات اللي ستكون ظروف المثالية اللي هي NCB لن TF على TI زائدا NRT لن VF على VI بالاستعانة بالقانون الغاز المثالي هنا لاحظ أنه دلتا تعتمد فقط على الحالة الأولية والحالة النهائية زيان ولا تعتمد على المسلك اللي يتسلك العملية بين الحالات بالنسبة للسايكل الTI راح تكون TF تساوينا والVI راح تساوينا VF فتختصر راح تكون قيمتها دلتا S صفر زيان اذا رجعنا الى محرك الحراري احنا اخذنا محرك المثالي اللي هو محرك كارنو ناخذ محرك حقيقي هنا بالمحركات الحقيقية نعرف ان الطبيعة العملية راح تكون الربيرسبول غير عكوسية هنا بالربيرسبول بروسرس مثل التوصيل كوندكشن الهيت المفقودة عن طريق الجسم عند درجات حرارة TH والهيت المكتسبة للجسم عند درجة حرارة أقل إذا أخذنا الهوت والكولد بودي يعني جسم بارد وحار كنظام واحد في الحالة عملية الفقدان في الانتروبي للجسم الحق راح يكون Q على TH وعملية الاكتساب للانتروبي للجسم البارد راح يكون Q على TC بالتالي الزيادة الكلية في الانتروبي للنظام راح تحسب من هذا القانون اللي هو دلتاس Q على TC ناقصاً Q على TH طبعاً راح تكون قيمتها موجبة ليش؟ لأن دائماً راح تكون عندي TC أقل بكثير من TH بما أن TH راح تكون كميتها كبيرة هذا الجزء من المعادلة راح تكون قيمته دائماً أقل من الجزء الأول اللي هو هذا بالتالي راح أضمن أن دلتاس شتكون قيمتها أكبر من الصبر وهذا دائماً صحيح للعمليات الحلقية الغير عقوسية هذا المثال لحساب دلتاس لمنظومة irreversible engine يعني محرك حقيقي يشتغل ما بين درجات حرارة اثنية المختلفات وحدة عالية أتوقع هاي TH ووحدة قليلة هاي TC وعملية امتصاص الحرارة اللي لا معناها هاي QH لأنه قائل لك From Hot Reservoir وينتد شغل هو 450 لكوورك فإذا حسبت التغير في الانتروبي هنا للعملية لازم بالبداية أتحصل قيمة QC مين نحصل قيمة QC؟ نحصلها من القانون الأول للثيرموديناميك لأنه عندي آني الـ QH وعندي الشغل بالتالي QC هي الـ QH ناقص للشغل وبعدين أرجع أطبق القانون ما للمحرك الحقيقي اللي قبل شوي أشتقينا اللي هو الدلتاس ساوينا QC على TC ناقص QH على TH والقيم كلها معلومة عندي فراح تكون قيمة دلتاس أكيد موجبة لأن العملية غير عكسية بالتالي دلتاس لازم تكون أكبر من الصفر في حالة عندي تغير الانتروبي لعملية التوصيل الحراري يعني مشابه لمفهوم الزيروث أوردر هنا راح أفرض أن الجسم ينذني يكونون عملية آيزر ثيرمول بهم يعني عندي خزين حار وخزين بارد ويكونون في اتصال مع بعضهم البعض بالتالي عملية الانتقال راح تصير بشكل تلقائي من الجسم الحار إلى الجسم البارد وهنا عملية تكون معزولة عن المحيط الخارجي هنا بما أنه المستودع البارد يمتز طاقة مقدارها Q الانتروبي ماتة لازم يحسبها Q على TC ولازم يكون موجب والمستودع الحار راح يفقد طاقة مقدارها Q بالتالي قيمة الانتروبي ماتة تغير في الانتروبي هي ناقص Q على TH راح تكون سالبة بما أنه درج حرارة الخزين الحار أكبر من درج حرارة الخزين البارد فالزيادة في الانتروبي بالcode reservoir راح يكون أكثر مقارنة في النقصان في الانتروبي بالcode reservoir بالتالي التغير في الانتروبي للنظام ومن ثم المحيط راح يكون قيمة دائما أكبر من الصفر هذا مثال على هذا التطبيق الارج معناها خزين cold object هذا الخزين البارد ودرج حرارة تي سي 173 الثاني اكد على مسألة الارج يعني خزين اللي هو الهوت الحار عنده درجة حرارة تي اتش اللي هي 373 بين انه من المستحيل كمية طاق قليلة ومنطنيها كمثال 8 جول ان تنتقل بشكل تلقائي عن طريق الحرارة من الخزين البارد الى الخزين الحار يعني نفس مفهوم كلاوسيس هنا حتى اثبت هذه العملية راح اطبط قانون الانتروبي اللي حسبت بي دلتا اس لليونيفورس اذا طلعت القيمة مالتي سالبة يعني ناقض المفهوم اللي عندي بالنسبة للطبيعة واذا طلع موجب يعني القانون ممكن يطبق يعني شنو؟ يعني افرض ان العملية راح نصير بها انتقال من الخزين البارد الى الحار واجي احسب دلتا اس للاتش عن طريق الكيوار على تي اتش راح اثمانية على 373 والدلتا اس للخزين البارد اللي هي راح اخذها كيوار على تي سي وافرض انه فقدان صار بيها بالرغم بالطبيعة ما يصير فقدان بالخزين البارد لكن انا الان فرضت هذا الشي زيان؟ يعني فرضت انه الانتقال يصير من البارد الى الحار من اجي اطبق والقى دلتا اس راح القى قيمة تسالبة بالتالي هذا الدليل انه العملية ما يمكن ان تحصل لان احنا اخذنا المبدأ الاساسي اللي قلنا حتى تحصل عملية تلقائية لازم دلتا اس شا تكون؟ تكون دائما موجبة اذا النقصان في الانتروبي لاليونيفورس هو يناقض وبالتالي العملية الانتقال التلقائية للطاقة عن طريق الحرارة من الجزء الحار الى الجزء البارد مستحيل ان يحصل اذا اخذت التغير في الانتروبي بالنسبة للفري اكسبانشن راح افرض ان العملية ايديباتيك فري اكسبانشن شنه يعني ايديباتيك؟ يعني المنظومة معزولة تماما يعني ما عندي خزين حار فيها الحارة العملية راح تكون ليش؟ لان الغاز لا ينتقل إلى الجزء الفارغ اللي هو فوقه بشكل تلقائي بعد ان يترس الحجم الكلي هنا قيمة لكيو تساوي صفر لكن نحتاج ان نحسب قيمة لكيو للريفورسابل اذا صارت العملية بشكل تلقائي يعني اذا فرضنا انه الغاز راح يشغل المساحة الفارغ اللي موجودة في الغاز طبعا بدايته راح افرض ان اكون منبر فالعملية من السير في البداية ما يصير عندي توسع مباشر الا بعد ما شنو اسمح لها عن طريق ازالة هذا الغشاء اختيار هذه العملية يجب ان تكون تحثبوا درجة حرارة بالتالي راح افرض ان العملية هي ايزو ثيرمو والتوسع راح يكون عكسي بها الحالة الغاز راح يدفع بشكل بطيء البستن القرص هذا اللي هو المكبس الى الاعلى زيان والطاقة راح تنتقل من الغاز ونعتبره هو الخزين ورح تكون قيمتها ثابته من اطبق القانون داتا اس راح اطلع تي ايضا خارج القوس ورح افرض انه الانتقال بالتالي داتا اس راح تحسب من ان ار لن في اف على في اي هنا بما ان في اف اكبر من في اي بالتالي قيمة الداتا اس راح تكون موجبة هذا انديكيشن او اثبات انه كل من الانتروبي والدس اوردر العشوائية للغاز ازدادت نتيجة شنو؟ نتيجة عملية التوسع الادماتيكلي الغير عكسية هذا مثال كيلو من المي تنتقل درجة حرارة من الصفر الى مية عن طريق التسخين احسب الانتروبي نحسبها بشكل اللي متعارف عليه انه الدلتا اس هي اثنين نقص اس واحد العملية الدرجة حرارة تغيرت احطها بالانتقريشن الدي فيو احسبها بتغير درجة حرارة يعني امسي دلتا تي اطبق القانون اعتمادا على امسي دلتا تي امسي طلحة برا الانتقريشن فالتكامل راح يصير فقط على دي تي على تي احل التكامل راح يكون لين تي اثنين على تي واحد اطبق القانون راح القى دلتا اس قيمتها موجبة معناها شنو؟ معناها صار عندي زيادة في الانتروبي زين هنا اللي موجود امامي هو تلخيص لبعض العمليات الخاصة وحساب قيمة الانتروبي لها بالنسبة للاي دي باتيك بروسس الدي كو تساوينا صفر بالتالي راح اصل الى استنتاج انه دي اس الدي تساوينا صفر هاي المل للعمليات الاي دي باتيك بالنسبة للايزو ثرمون بروسس سبقا حسبناها في حالة اني عندي تغير في الطور يعني تحث بودرج حرارة معناها الواحد على تي تطلع خارج التكامل وقيمة دي كو راح احسب هميا من قيمة الليتنت أو فيوجين أو للليتنت أو فيبر للعملية اللي تم تحت حجم الثابت راح تعتمد على القانون اللي بي يعني استخدام القانون الغاز المثالي بالتالي قيمة الدلتا اس تحسب من الان سي في دلتا تي يعني لن تي اثنين على تي واحد وفي حالة ثبوت الضغط نفس القانون اللي حسبت بي اعتمادا على القانون الغاز المثالي راح يكون لكن تحت ثبوت الضغط بالتالي قيمة الاسبيسيفيك راح تكون سي بي اندر كونستان براجر فتكون ان سي بي لن تي اثنين على تي واحد هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم ان شاء الله نكمل في المحاضرة الجاية تفاصيل اثر ونحاول نحل بعض المسائل حتى نفهم تطبيق القانون الثاني لثير مع دي شكرا جزيلا لحسن الاسبع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة